اكيد ما بتجيش لوحدها يعني انت دلوقتي كمان عندنا عالم افتراضي ظهر اللي هو السوشال ميديا فبتلاقي كومنتات وناس بيكتبوا رأيهم وبتاعها ساعاتا ما لاي حد مثلا يقول ما انتو مش حاسين بينا ما انتو مش هارفين بداي او الموضوع ده لاي حاسين بيكم والله واحاكسين كل حاجة انا ما بخش على الصفحة بتاعته الاقي مثلا سنه 16 سنة او 18 سنة اوكي انا لما كنت اقدك وعندي 18 سنة انا كنت شغال قدرت اجيب من شغلي عربية صغيرة ماشي قدرت ان انا في شغلي مع الهواية اللي عندي اللي هي التمثيل انا شغال طول الوقت انت قاعد على النت بتقول رأيك ده وانت شايفني ان هلا ما انتش شايف اه مش عاشين تقديم سنة اخي خطوة دايما الناس ده ما انتاخد اخر لقطة داما في الفيلم ها دي المشكلة لكن الناس لو تاخدوا من بداية هتشوف مشوار طويل ومشوار صعب دي زاد ان دايما بحس ان السوشال ميديا ده عالم يعني افتراضي كده مش حقيقي لو انت يعني انا معرفش بالنسبة للفني بس متكلم علينا مثلا في الاعلامة وفي المنشاط او في اي حاجة لو قيمت نفسك من كده انا ما افتكرش ان حد مثلا كتب كلمة كويسة يعني يعني الاغلبية شتيمة الاغلبية النقد بيحس اني دي اسهل حاجة ان انا اكتب فيها انا ما حدش في الاخر عارفني انا ما حدش انا ورا الموبايل اه فمكتب ومش نقد ولا نقد بناء لا شتيمة الناس بتاخدهم من وجهة نظر ده فانا شايف ده من الحتة دي ما اعرفش يعني فيه ناس بتبقى الحتة دي مهمة جدا بالنسبة لهم ولكن الحياة بقت صعبة هو جانب مهم السوشال ميديا بقى جانب مهمة في حياتنا دلوقتي يعني بقى خلاص طبعا يا طبعا وهو بقت مهمة في يعني في حياتنا في كل حاجة لا مش شرط يسمع ريس بس بقى الجزء مهم انك تعرف ادو حتى الناس بتفكر في ايه الناس بتحب ايه الناس عايزة ايه اه ممكن فيه ناس بتشتم بس فيه ناس كتير برضو كوي يعني دايما كل جانب فيه ناس وسيلة انك بتوصل المسج بسرعة يعني دايما ممكن زماني يقولك مش عايف اوصل للنجمة او او اوصل لكن ده على تويتر ولا على انستجام بيوصل لك بسرعة وممكن ترد عليه فيعرف ان بيقفيتها جاوه فيبتدي عايز يوصل لك فهو هو مشكلته ان انت المعلومة بتوصل لك بسرعة والشيتيمة بتوصل لك بسرعة والحاجة الحلوة بتوصل لك بسرعة والهاشتاج اللي بيعملوها يعني فقرب الموضوع يعني قرب المسافات جدا خلى ناس ممكن يعني في ناس بقى مشهورة اسمها بلوجرز والحاجات دي بتوعية سوشال ميديا هو ما عندهش شغل لانه غير ان هو مثلا بينزل صور او بينزل حاجات فبقى مشهور بقى دي شغلة لي بشكل او باخر يعني البرانز والشركات دلوقتي بقى مياخدوا بالهم من السوشال ميديا ان هو لو في حد كويس في السوشال ميديا بتلاقيه مثلا داخل عليه بيعمل له اعلانات فبقى جانب مهم بس هو نستخدمه ازاي يعني هو استخدمه لحاجة كويسة ولا حاجة وعشاء هو ده المهم او انت تاخد بي يعني مثلا فيه ناس بتبعاتلي ممكن حد بيعاتلي حاجات حلوة ولا حد يقعد يشتن فيه طواليوم فانت يعني مش لازم تتأثر او لو حد كان زمان بتدايق كنت بتدايق اول ام حد يشتنه بتاعه وبقى لقى لقى يعني هو في الاخر ايه ولد صغير مثلا بيبقى متدايق مع قاعد ما عرفش بيشتغل او بيشتغل مع عرفش زوفه بتديله الاكسكوز يعني اه بالزبط نظر نظر انت بتعاني من الحكاية دي من التعليقات او كده ما عرفش يعني انا سعب بحيس ان الناس دي اخدت سكة راحها مش وارت فانت بتحاول تقول لهم الطريق مقفول انا همشي من هنا اه طب خلاص انا هنعمل لك ايه هاي يعني فيه جي بي اس دلوقتي والجي بي اس كمان بيجزب اه اه يتاويهك اه اه واحلى حاجة يقولك هتوصل فد ايه اه ويخلي اختيارات بين طريقين الاثنين حمراء اقوهم الاحمر هانت بتداء ان الاحمر يعني معناها زاحمة تريح في البيت ولا معناها ليund insight بنادي اخه اشتركوا في القناة